طبعا الآن سرايا المسلمين وطلائعهم توقفت الدجال خرج الآن وقت كل واحد يذهب إلى بيته هذه أعظم فتنة على وجه الأرض الآن خرجت الآن هذه الفتنة التي أخبر بها النبي من سمع بها فلينأ عنها يهرب الآن الواحد خايف على أهله وعلى أولاده وعلى بيته فيرسل المسلمون طليعه تتأكد من الخبر هل صحيح أن الدجال خرج أو لم يخرج فيبعثون عشرة فوارس طليع يعني يتأكدون من الخبر يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ الله أكبر خير الناس في ذلك الزمان يسرعون الشيطان ذكر هذا ليوقف الجهاد ويوقف الفتوحات ولكن لما يرجع المسلمون إلى الشام ويتأكدون من الخبر فإذا بالدجال يخرج في ذلك الزمان يخرج من غضبة يغضبها يغضب الدجال كيف تفتح البلاد وكيف يقبل الناس على الدين وكيف ينتشر الجهاد في سبيل الله فيغضب الدجال غضبة فيخرج والعياذ بالله أعظم فتنة على وجه الأرض إنه من؟ إنه الدجال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منه من الذي سيثبت؟ يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إنه من ابن آدم يدعي أولا النبوة ثم تظهر على يديه كرامات ثم ينتج رصيته في الأرض ثم يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله رجل قصير أثحج متباعد الفخذين جعد كثير الشعر أعور رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور لا ولد له ولا ذرية له له جسم رجل جسيم أجل الجبهة أجل الجبهة أي واسع الجبهة عريض النحر يخرج من بلدة تسمى أصبهان يخرج معه سبعون ألفا من اليهود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحو المشرق لما جاءه تميمون الداري وأخبر أنه رآه في جزيرة من الجزر في بحر من البحار قال النبي أولا إنه من قبل اليمن ثم قال لا لا إنه من قبل الشام ثم قال لا ثم قال ألا إنه نحو المشرق ألا إنه في بحر العراق وأنا أسألك وفكر أين يقع بحر العراق العراق والمقصود به مشرق المدينة وأي بحر يكون في مشرق المدينة لا يخرج الدجال تعرف متى يخرج الدجال؟ يخرج الدجال والناس في ذهول عن ذكره الناس ليسوا يعني في خبر الدجال ولا يتذاكرون الدجال ونسوا قضية الدجال وفتنة الدجال حتى يتركوا ذكره على المنابر نسأل الله العافية وذلك في الفتنة التي ذكرناها فتنة الدهيماء والناس في فسطاطين فسطاط إيمان وفسطاط نفاق والجهاد قائم والناس يقاتلون في سبيل الله يقول النبي في ذلك اليوم فانتظر الدجال من يومه أو من غده نسأل الله أن يعافينا وإياكم تظنون الدجال القضية سهلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قال من سمع به فلينأى عنه ليهرب من الدجال ولا يواجهه يزعم أنه قوي الإيمان وأن عنده علم وأن يعرف أن هذه فتنة لن يستطيع عليه إلا يا عبد الله إن سمعت به في بلد خذ أهلك وخذ أولادك أهرب إلى أي بلد تريد وهرب من الدجال والمصيبة الكبرى أنه يسير في الأرض كلها بأربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم ولا يدع أرضا في الأرض إلا وطئها إلا مكة والمدينة وقيل وجاء في الحديث المسجد الأقصى ومسجد الطور لا يستطيع أن يدخلها يسير في الأرض معه فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل من خوف الناس في ذلك الزمان وخوف أهل الإيمان يفرون من الدجال إلى الجبال أهرب يا عبد الله إلى الجبال وادخل في شعابها خذ أهلك الناس في ذلك الزمان الرجل يربط أهله امرأته زوجته يربط نساءه في سارية في بيته يخاف يخاف أن يتبع أهله الدجال نسأل الله نعافينا وإياكم تقول يعني أم شريك تقول يا رسول الله فأين العرب يومئذ يعني أين المقاتلون أين المجاهدون أين أهل الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم يومئذ قليل هم يومئذ قليل نسأل الله أن يعافينا وإياكم نسأل الله لا ليفتننا فتنة الدجال يقول النبي من سمع به في أرض فلينأ عنه طيب لو لا قدر الله واجهني الدجال لو رأيته لو جاء إلي وإذا بي أجده أمامي ماذا أصنع ماذا أفعل أثبت يا عبد الله الدجال خارج فيكم اسمعني الحديث الدجال خارج فيكم طبعا أول ما يظهر أمره خل بين الشام والعراق في طريق بين الشام والعراق ينتشر صيته وربما تسمع في الأخبار وتتناقل الصحف وربما تنتشر الأخبار بين الناس الدجال خارج الدجال خارج طيب لو واجهته ماذا أصنع ماذا أفعل قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا اثبت على الإيمان الله عز وجل تعرف صفاته يا عبد الله والدجال أعور علم أولادك من الآن أخبرهم صفات الدجال وأخبرهم أنه سوف يظهر وليست هناك فتنة في الأرض كفتنته فإذا واجهته استعذ بالله من الشيطان ثم ابدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن اقرأ أنت وأولادك وأهلك سورة الكهف اقرأ أوائلها اقرأ أواخرها واستشعر الآيات وأنت تقرأها فإن الله سيعصمك منه يا عبد الله ثم علم أن الدجال عنده فتن لا تقل سوف أذهب لواجهه وأتصدى له يا عبد الله عنده فتن عظيم من فتنته انظر لبعض فتنه من فتنه والعياذ بالله أن من آمن به رزقوا بالخيرات والثمار وأمطرت السماء طيب هذه فتنة ومن كفر به من كفر به أجدبت أرضهم وأمسكت السماء وأصيبوا بالفقر والجوع والعطش طبعا الناس تتداول هذه الأخبار تقول الناس من آمن بالدجال رزق بالخيرات ومن كفر به حرم من هذه الخيرات اليوم فتنة الناس ما هي فتنة الناس في الدنيا يريدون فقط الخيرات والأموال والثمارات لا يفكرون بالإيمان بالله عز وجل أو بغيره كيف بأيام الدجال نسأل الله العافية هذه فتنة عنده فتنة أخرى يا عبد الله عنده جنة ونار ناره جنة وجنته نار الآن تسمع كلامي وربما يعني تقول لا أنا أعرف إن شاء الله جنة نار ونار جنة لكن لو رأيت أمام عينيك النار بيده نهر من نار ماذا ستفعل يا عبد الله نار تلظى جحيم يا عبد الله من كفر به ألقاه بالنار ومن آمن به دخل هذه الجنة ماذا ستصنع يا عبد الله لو رأيت هذه الفتنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رأى هذا قال فليأتي ناره هذه النار قال وليغمض يعني أغمض عينيك يا عبد الله لأنك ما رأح تتحمل وليغمض ثم ليطأطئ رأسه ثم ليشرب منه ماء بارد الله أكبر من يستطيع أن يتحمل هذا من يستطيع يا عبد الله أن يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله جل وعلا استعين بالله اصبر يا عبد الله واثبت يا أمت الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم لعلكم تفلحون بل عنده فتنة ثالثة عند فتن كثيرة من فتنه والعياذ بالله أنه يأتي إلى الإنسان فيقول له تؤمن بي يقول له لا أنا لا أؤمن بك أنت الدجال فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك إن أحييت أمك وأحييت أباك طبعا الدجال ليس لوحده معه عشرات الألوف جيوش تسير معه وهو يسير كالغيث إذا استدبرته الريح كالسحاب والريح ترسلها ويسير في الأرض كلها ليس أرضا إلا يعطأها الأمر عظيم والفتنة كبيرة يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي فيقف الرجل هل صحيح يستطيع أن يحيي أبي الذي يعني مات منذ سنين طويلة وأم التي ماتت منذ سنوات طويلة فجأة تخرج أمه من قبرها ويخرج أبوه من قبره فتقول له أمه ويقول له أبوه يا بني يا بني قد رأينا ما لم ترى اعبده فإنه ربك نسأل الله العافية شيطانان يتمثلان بصورة أمه وأبيه فيقولان للرجل يا بني يا بني أطعه فإنه ربك تدارك نفسك يا بني يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا فتنة في الأرض لا تمر على الأرض مثل هذه الفتنة والناس يتحصنون بالجبال تقول لي أين المجاهدون لمن لا يقاتلونه تقول لي أين المؤمنون المرابطون أين هم أين هم إما متحصنون بالجبال أو اختبأوا في بيوتهم أو تحصنوا بمكة أو بالمدينة بل يذهب الدجال يريد أن يدخل المدينة والعياد بالله يريد أن يدخلها لكنه لا يستطيع فيقف عند جبل من جبالها وشعب من شعابها فيرى المسجد النبوي اسمع لي هذا الكلام اليوم المسجد النبوي بني يا عبد الله إذا رأيته من بعيد فإنه أبيض أليس كذلك أبيض صور من بعيد بصور كثيرة ثم إذا رأيت منظره اليوم والله كأنه قصر من القصور اليوم المسجد النبوي من رأى التوسع الجديدة يراه بأنه قصر أبيض هذا الوصف هو الذي سوف يذكره الدجال يقول لأصحابه وجنوده أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع فاستقبله الملائكة بالسيوف تمنعه يخرج شاب من أهل المدينة من خير الناس فيقول للناس هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إليه فيضربه بالسيف جزلتين يقطعه نصفين فيمشي الدجال بين هذين النصفين ثم يقول له قم فيقوم مرة أخرى طبعا هذا كل بإذن الله عز وجل يرى الناس يختبر الناس فيقول له الدجال أتؤمن بي الآن فيقول لا والله أنت الدجال مزدت بك إلا بصيرة أنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه لا يستطيع ويسير الدجال في الأرض ويفتن الناس ويقتل من يقتل ويحرق من يحرق ويفتن من يفتن والناس معه جيوش يعني تخيل الأرض في ذلك الزمان هل يهنأ الناس بعيش هل الناس في ذلك الزمان يبحثون عن أموال أو عن تجارات لا والله إما مؤمن يحفظ إيمانه وإما كافر قد انغمس في كفره ليس بين هذا وذاك شيء فيتبع الناس إلى فلسطين يريد أن يقاتلهم يريد أن يقتلهم فيتحصن الناس في بيت المقدس يتحصن المؤمنون ويحصرهم في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا الآن يريد أن يدخل بيت المقدس ما يستطيع والناس قد زلزلوا وخافوا وارتجفوا يعني ماذا يفعلون وماذا يصنعون واليهود قد تجمعوا مع الدجال في فلسطين يريد أن يقتحموا بيت المقدس والمؤمنون فيه كل قد حافظ على دينه يريدون القتال في سبيل الله وهم في ذلك الوقت قد تجمع بعض المسلمين وكثيرون منهم قد تجمعوا في دمشق يفكرون بالجهاد الآن ويريدون القتال يريدون يتحصنوا مع بعضهم البعض ماذا يصنعون ماذا يفعلون والمهدي في ذلك الزمان معهم وهم في ذلك الوقت قد أذن الفجر ويصلون عند المنارة الشرقية في الجامع كما قال بعضهم في الجامع الأموي الآن الذي هو موجود بالشام قد الناس توافدوا لصلاة الفجر والمؤذن قد أذن الله أكبر الله أكبر في ذلك الزمان إما أنت من أهل صلاة الفجر وإما أن تكون من أتباع الدجال والعياذ بالله أو ربما تكون من أهل يعني النفاق والضلال فإذا بالناس يتوافدون إلى صلاة الفجر فإذا بهم يسمعون أن الغوث قد جاءكم أن الغوث قد جاءكم يا أيها الناس يا أيها الناس أتاكم الغوث أتاكم الغوث فيقول الناس ما الخبر ما الخبر فإذا بعيس بن مريم ينزل على أجنحة ملكين الله أكبر والناس تنظر من هادان الملكان ولم ينزلان الآن علينا إن على أجنحتهم عيسى بن مريم قال الله جل وعلا وإن من أهل الكساب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أين الدجال الآن في فلسطين تحصن هو واليهود وأتباعه من الضلال المشركين الكفار وبعض المسلمين في بيت المقدس يتزلزلون متحصين في بيت المقدس وجيش من المسلمين الآن في الشام في دمشق ومعهم المهدي وعيسى بن مريم قد نزل وأقام الناس صلاة الفجر فإذا بعيسى بن مريم يدخل في الصلاة فيقول المهدي لعيسى تقدم تقدم يا نبي الله فيقول عيسى بن مريم لا أنت صلي بالناس إمامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم ينزل عيسى بن مريم رجل إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ جمان كاللؤلؤ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو إني لأرجو أن يطال بي في العمر فألقى عيسى بن مريم قال فإن عجل بي موتي يعني إذا ميت قبل أن أجد عيسى بن مريم فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام فليقرئه مني السلام الله أكبر من هذا إنه عيسى بن مريم يا عباد الله الناس الآن كلهم فرحون كلهم مستبشرون بعد الخوف الذي أصابهم بعد الرعب الذي نزل بعد الفتنة العظيمة التي جاءت من الدجال طبعا كل أربعين يوم هذه الفتنة والمهدي لا يمكث في الأرض إلا سبع سنين أو ثماني وكذلك عيسى بن مريم كلها سنوات قليلة معدودة وبعد أن يصل المؤمنون الفجر ماذا يصنع عيسى بن مريم يقوم عيسى بن مريم في الناس فيأخذ حربته أي يبدأ القتال في سبيل الله من يقودهم إنه نبي الله إنه عيسى بن مريم روح الله وكلمته فإذا به يبدأ القتال عيسى بن مريم لا يحل لكافر يراه إلا ويموت يذوب كما يذوب الملح في الماء لا يحل لرجل كافر يجد نفسه إلا ويموت إنه نبي الله فأخرج المؤمنون يكبرون ويبدأ الجهاد في سبيل الله ويبدأ القتال فيذهب عيسى بن مريم إلى فلسطين وإذا بالدجال يسمع بالأمر وإذا باليهود يريدون القتال لكنهم لما يسمعون أن عيسى بن مريم مع المؤمنين يختبئون خلف الأحجار ويختبئون خلف الأشجار ويبدأ المسلمون يقتلون فيهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله فتعال فاقتله الله أكبر إنه الجهاد في سبيل الله إنه القتال وفي النهاية يرى عيسى بن مريم الدجال من بعيد فيبدأ الدجال بالذوبان يهرب يريد الخلاص ويبدأ يذوب ويذوب لكن يسلط الله عز وجل عيسى على الدجال فيضربه ضربة برمحه فيقتله بها الله أكبر الله أكبر قل جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا زهوقا زهوقا